النهاردة حبيبي انامل مع بعض ايس كريم البطيخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا لو الفيديو اجيبكم حبيبي فضلا وليس امرا ما تنسونيش كده باللايك والشير عشان اللايك بيرفع الفيديو بيوصف فيديو الناس اكتر اللي هي تشوفو زي ما احنا شايفين ده كده ايس كريم البطيخ رهيب فعلا انتبهوا يبقى كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الليف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي النهاردة حبيبي انامل مع بعض ايس كريم البطيخ بمربة البطيخ اللي انا كنت عملاها معاكم حدخلها النهاردة ونعمل بيها معي كباية من مربة البطيخ وهنات معي ملأتين كبار من الجلاتينة ومعي يعني نص كباية كده من المياه على فكرة ممكن بدل الجلاتينة ممكن تستخدموا باكو جيلي بالبطيخ يعني لو متوفر عندكم ممكن تجيبوه عايبقا حلو جدا طبعا عايزود في الطعم عايدي تباسك كده للايس كريم وده كده معي ثلاث معالق كبار من بودرة الايس كريم اللي انا كنت عملاها معاكم او ثلاث معالق كبار من النشا ما تقطروش عن كده عشان ما يقلبش معاكم الايس كريم اللي تعمب هلا بيها وعن استخدم ريتل من المياه شوفتوا المكونات سهلة ازاي على فكرة انا كنت عايزة اجيب باكو جيلي بالبطيخ بس مكانش متوفر عندي على فكرة ممكن تستخدموا برضو ممكن تستخدموا باكو جيلي بالفراولة بس يعني عايبقا الطعم عاطي كده بقى ايه على بطيخ على فراولة كده يعني بس انتوا عايزين الطعم يكون بطيخ يعني ظاهر اكتر فممكن تستخدموا باكو جيلي بالبطيخ او معلقتين كبار من الجيلاتينا البودرة ودواتي انا حطيت ريتل المياه وفضيت عليهم ثلاث معالق من بودرة الايس كريم اللي انا كنت عاملاها معاكم حسبها لكم في شاشات النهاية هي طبعا بتحتوي على نشا مع كريم شانتي بودرة عايزين تشوفوا الطريقة بالضبط فحسبها لكم في شاشات الدهاية تقدروا ليتوا تشوفوا الطريقة طبعا لو عايزين تستخدموا ثلاث معالق من النشا يعني ايه براحتكم بنات انا بقلبها كده هوت مع بعضيها وطبعا ممكن ازود يعني معلقتين كده ايه سكر مش اكتر من كده يعني انا بدوق طبعا انتم بتدقوه كده هوت وتشوفوا لو محتاج سكر بتزودوا ايه سكر يعني انا زودت معلقتين ايه سكر اه فدوقتي بقى ايه بعد ما سويتوا كده على البوتاجاء زه وبقى عامل زي المهلبية الخفيفة كده طبعا انا كنت مجاهزة معلقتين كبار من الجيلاتينة اه وحطاهم في يعني في شوية مية دوبتهم في شوية مية وبعد كده بنحطهم كده هوت بعد وهو الايس كريم لسه سخن معي اه طبعا بقلب فيه كده هوت وبسيبه بقى ايه لحد ما يبرد خالص اه طبعا ايه بحطوا بقى ايه في اكياس كده في الفريزر لحد ما يتجمد ايه معي اه ممكن تحطوا بقى ايه اللونة يعني عشان ايه تزبطوا اللون طبعا اللون عايز يتزبط فممكن سنة لون احمر كده وهو بنضيفها فعشان نزبط اللونة زي ما احنا شايفينه هوت طبعا انا حطيت اللون فهو طلع معي اه كتير فانتو متزودوش اللون يعني فحطوا السنة سنة يعني اه ولما توصلوا للدرجة اللي انتو عايزينها فكفاية يعني انا انا لحد كده كان مفروض كفاية يعني بس انا نزلت بقى بيه كان الاضاءة مفتحة اللون معي اه الاضاءة يعني في المطبخ فكنت متهالي اللي هو اه فاتح بس اه طبعا لما هو خلص فهي الاضاءة هي بس اللي كانت عاملة معي ومفتحها لون الايس كريم بس اه هو كان كفاية يعني هي نقطتين كده من اللون الاحمر وخلاص على كده اه دلوقتي بقى ايه بسيبه خالص بقى لحد ما يبرد اه خالص وبعد كده احطوا بقى في كيس كده هوت وادخله في الفريزر لحد ما يتجمبت باعي وبعد كده بطلعوا وانضربوا بقى ايه بالمضرق زي ما احنا شايفين انا جبت علبة هيت وحطيت فيها كيس وحطيت صبت كده الايس كريم فيها بعد ما برد بعد ما برد مش وهوهو صخر زي ما احنا شايفين دهوت بابدأ بعد كده لده اربط الكيس ده هوت طبع عشان ايه ما يبرش طبق التالج فول ايس كريم بقى وبعد كده بحطوا بقى ايه بدخلوا في الفريزر لحد ما يتجمد معايا الايس كريم بقى وبعد كده نبدأ بقى اللي احنا نطلعه نضربه بالمضرق بقى الطريقة سهلة وبسيطة جدا بس يا سلام بقى لو لقيته باكو جيلي بتعمل فراولة فعيبقى حلو جدا انا ما كانش هو كان السوبر ماركت اللي احنا بنجيبه منه نحيتنا يعني كان هو كان عنده بس خلص بس بقى الحظ بقى فانا جبت جيلاتينا واستخدمت معلقتين بس طبعا يعني هو بيزود الطعم اكتر وكمان اللي هو بيخلي الايس كريم كده في مطاطية كده زي الايس كريم اللي بيتباع ابر فهو بيبقى حلو ما لقيتوش جيلي بالبطيخ ممكن تحطوا باكو جيلي بالفراولة كده فبيبقى احلى يعني بيبقى احسن نعم زي ما احنا شايفين كده انا دلوقتي بقى اين انا بوركوا القوام يعني مش متجمد اللي هو يبقى الايس كريم حاجر يعني كده هوت فهو انا طلعته وهو لين شوية عشان اعرف اللي انا اضربه بالمضرب زي ما احنا شايفين حبيبي طريقته سهلة وبسيطة جدا نعم وان شاء الله كده يعني ان شاء الله طريقة تكون نالت اعجبكم وتعملوه احنا لو ما عندناش يعني مربة بطيخ على فكرة مربة كانت سهلة جدا وبسيطة فممكن لا لا اسبلكم الرابط في شاشات الدهاية تقدروا اللي تتشوفو الطريقة طيب انتو لو ما عندناش بربة بطيخ بمكن تعبيله ايه هتجيبهم بطيخ وتضربوه تطلعوا منه البسر وبعد كده بتضربوه لحد يعني بتزودوه سنة مية لان البطيخ اساسا في مية وبتضربوه في الخلاط وبعد كده بتصفوه وبعد كده بتاخدي رتل كده من من عصير البطيخ ماشي يعني ما عندكمش مربة بطيخ ممكن تعبيله بنفس الطريقة وبعد كده بتستخدمي رتل من البطيخ وبتعملي نفس بكونات اللي انا عملتها يبقى مش عضيفي رتل مية وبتعملي نفس بكونات اللي انا عملتها بالزبط هيتلع معاك احلى واطعم اس كريم البطيخ وهيبقى طعمه جميل جدا انا دلوقتي ايه دربته كده لحد ما بقى القوام كده زي ما احنا شايفين يعني القوام كده بيتضاعف كده معايا ويبقى القوام كده ايه كريمي فبنبدأ بقى اللي انا نحطه بقى ايه في العلبة وبنحطه في الفريزر لحد ايه ما يتجمد ايه شوية وبعد كده بنبدأ اللي احنا بنقدمه زي ما احنا شايفين الطريقة كانت سهلة وبسيطة جدا الحبايبي وقلتلكم بازاي لو ما عندكمش مربة بطيخ ممكن تعبله ايه هيتستخدمه يعني تجيب البطيخة وتاخدي يعني نصها كده وبعد كده بتطلعي بزر بالدها وتدربيها يعني تدربيها كده في الخلاط لحد ما يتبقى عصير تاخدي ريتل كده من العصير البطيخ المركز وبعد كده بتعملي نفس الطريقة الايس كريم اللي انا عملتها معاكم في الفيديو يعني مش هتحتاج اللي انت تضيفي ريتل ميا بقولك برضو بقى كده كل اللي انت عتستخدمي عصير بطيخ مركزة انا هنا هوت في الايس كريم هنا بصراحة جمض معايا حطيت العلبة وسبتها في الفريزر لوقت طويل لان كنت مشغولة فالايس كريم تجمد كده معايا زي ما احنا شايفي نعم يعني المفروض اللي انا كنت اسيبه عشر دقايه بس كنت عايزة انهل فيديو واخلص يعني زي ما احنا شايفيه ده هوت الشكل بتاعه هوت جمد بس معايا زيادة على اللزوم بس هو المفروض قبل التقديم بتطلعها حتى العلبة وبتسيبها يعني لمدة عشر دقايق كده برا برا الفريزر و بعد كده بتقدميها. بيبقى حلوه جدا بيبدأ اللي هو يسح خوية فبيبقى حلو ولين كده ساعة ال اكل يعني ساعة التقديم فبيبقى حلو. فاتمنى لانتا تكونوا استفادتم من الفيديو النهار ده حباي بي CCW وتكونوا الطريقة تكونوا اعجبتكم. طبعا انت لو حبة تزودوا فيه بس حاجه مهم حبة اللي انا اقولكه عليها حبة لك ساعة ما كنتو بضربوا في المرة التانية بعد لايس كريم ما طلقت وتجمد من الفريزر وحطيته وبينضرب في الخطوة ديت انا ضفت في الخطوة ديت انا افتكرت دلوقتي ضفت باكو من الكريم شانتي اسناء الضرب طبعا ممكن تضيفي باكو ممكن تضيفي اثنين طبعا ده بيمتص اي سوائل زيادة الكريم شانتيه فبيطلع معاك الايس كريم كريمي وبيطلع طعمه بيبقى زي المتاقى المحلات بالزبط حبيت بس افتكرت الحتة دي لان هي مهمة جدا نعم دلوقتي بقى ايه انتو هنا هوت انا بس ايه يعني انتو بتخلوش لحد ما يتجمد معاكو خالص لحد الدرجة انتو شايفانها ديت لا انتو اول ما بيبقى بيتجمد كده بياخدش وقت اساسا في المرة التانية لما بتدخليه الفريزر هي مجرد ساعتين ولا حاجة وبتقدميه بس انا عشان كنت مشغولة وكنت بعمل حاجات تانية فاتجمد معايا خالص بس انتو مش بتخلوه لحد ما يتجمد معاكو للدرجة ديت لا هو مجرد ساعتين كده وبتقدموه فبيبقى ايه فبيبقى حلو جدا نعم وبيبقى القعوم كريمي وطحفة يبقى دي كده حبيب المكونات يبقى اتمنى لانتو تكونوا استفدتم ما تنسونيش باللايك والشير السلام عليكم